احتشد أكثر من ألفي متظاهر في وسط موسكو للمطالبة بإطلاق سراح المتظاهرين والنشطاء السياسيين الذين تم اعتقالهم منذ عام 2003 فيما يقول قائد هذه المظاهرات المناهضة للكريملين أليكسي نافالني إن السلاح الوحيد للمتظاهرين هو الهاتف النقال الذي ينشرون من خلاله مطالبهم سنحرر جميع السجناء السياسيين إذا كان عددنا كبيراً كل واحد منا لديه سلاح قوي في جيبه هواتفنا نكتب يومياً على انستجرام ونكتب يومياً على تويتر أي حوار مع أي مسؤول يجب أن يبدأ بإطلاق الكلمة لقد تم اعتقال أكثر من ألفي متظاهر في الأشهر الأخيرة لمشاركتهم في مظاهرات ممنوعة من قبل السلطات والكثير منهم حكم عليه بأكثر من أربع سنوات سجناً فيما يتم محاكمة آخرين بتهمة استعمال العنف ضد قوات الأمن يجب أن يكون هناك تغيير في السلطة أولاً كان يجب أن يحدث هذا عام 2004 أن يحكم الرئيس فلاديمير بوتين مدة أربع سنوات فقط إنه تعصف القضاء ويحتج المتظاهرون منذ يوليو الماضي في موسكو ضد استبعاد مرشح المعارضة من انتخابات مجلس المدينة فيما دعا منظمو هذه الاحتجاجات إلى التظاهر لكن تم اعتقال الكثير منهم وقد أثارت مزاعم عن وحشية الشرطة وأحكام السجن المشددة احتجاجاً شعبياً للمطالبة بإطلاق سراحهم فيما تقول الشرطة إن الأشخاص الذين تم اعتقالهم ومحاكمتهم بسبب مخالفتهم للقانون ومشاركتهم في مظاهرات لم تسمح بها السلطات وفي المقابل يقول منظمو الاحتجاجات إن المظاهرات حققت نتائج إيجابية حيث خسر الحزب المؤيد للكريملين ثلث مقاعده في مجلس مدينة موسكو لكنهم يحذرون في نفس الوقت المتظاهرين في روسيا من مواجهة طريق طويل وصعب